تحفة معمارية حديثة تليق بالصرح الديمقراطي في الكويت حملت اسما يزيدها تألقا مبنى صباح الأحمد أعضاء مجلس الأمة أعربوا عن مدى الفخر والاعتزاز بحضور صاحب السمو في الافتتاح معتبرين أنه حدثا تاريخيا ولفتة أبوية كريمة تعكس حرص سموه على دعم العمل النيابي وتطوير الممارسة الديمقراطية اليوم تشرفنا بمقابل صاحب السمو عند حضوره وتحت رعايته بافتتاح مبنى النواب الذي تم تسميته مبنى صباح الأحمد وهذا المبنى أمانة لكل شاهد اليوم المبنى يليق بنواب الأمة حتى يكون ممارستهم لأعمالهم الدستورية بطريقة رياحية ويكونوا إن شاء الله يستطيعون ممارسة أعمالهم حسب ما نصلي الدستور حضور صاحب السمو هو دعم لهذه المؤسسة التشريعية الرقابية وكذلك يبين باللحمة الوطنية بين الحاكم والمحكوم لا سيما أن أعظام مجلس الأمة هم ممثلي الأمة وحضور صاحب السمو لممثلي الأمة هو تلاحم وتكاتف مع الشعب في القرب مننا والسماع من هذا المكون ومكونات المجتمع كلمات شكر استحقها القائمون على إنجاز هذا الصرح قدمها أعضاء السلطتين الذين حضروا افتتاح مبنى الأعضاء الجديد بكل تأكيد هذا الإنجاز وهذا العمل وهذه المدة القياسية تعطي مؤشر بأن هناك جدية في إنهاء أي موضوع عالق يخص مرفق السلطة التشريعية دعم الرئيس للقرارات الفنية كان قوي هو اللي ساعدنا على الإنتاج وعلى تكملة المشروع ولكن كان هناك مهندسين معي الأخوان في جمعية المهندسين وكانوا متطوعين وكانوا يجتمعون في اليوم ساعات أيضا هناك جهاز فني داخل المجلس فرحة عبر عنها النواب بحضور صاحب السمو في افتتاح مبنى الأعضاء الذي يحمل اسم سموه معتبرينه حدثا تاريخيا في سجل مجلس 2013 مبنى أعضاء مجلس الأمة الجديد احتوى على مواصفات معمارية وفنية قياسية تخدم الأداء التشريعي للنواب وتدعم العمل النيابي وتطور الممارسة الديمقراطية الكويتية العريقة صرح جديد وإيقونة أخرى تضاف إلى إيقونات العمارة الحديثة في الكويت هذه المرة كانت من نصيب بيت التشريع حيث افتتح رسميا مبنى أعضاء المجلس الذي حمل اسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح لأحمد الجابر الصباح وكيف لا وهو كما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم من شدد على اعتماد مبادئ الشورى والديمقراطية وحكم الدستور ويحتوي مبنى صباح الأحمد على خمسة أدوار بالإضافة إلى السرداب ويستمر كل الدور على خمسة عشر جناحا للسادة الأعضاء بمساحة 163 مترا للجناح وفي المدخل يوجد مبنى حرس المجلس كما يتضمن طرق تربطه بمبنى مجلس الأمة في المبنى قاعة متعددة الأغراض تتسع لـ 82 شخصا كما يحتوي على مسرح به 430 مقعد بالإضافة إلى ثلاثة غرف للترجمة الفورية وكذلك مركزا للمعلومات وغرف مخازن ومعدات وإرشيف كما اعتمد التصميم في المناطق الخارجية على الزراعة التجميلية وتكوين المساحات الخضراء بالإضافة للنوافير المائية الممنى الجديد الذي استلمته الأمانة العامة في فبراير من العام الماضي تتوافر به الإمكانيات الفنية والتقنية والمعمارية بما يحقق متطلبات العمل في مجلس الأمة سواء للأعضاء أو لموظفي الأمانة العامة للمجلس ليصبح بحق واحد من معالم الكويت المهمة والتي تليق بالمستوى الذي بلغته الديمقراطية الكويتية من نصج وتقدم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة